طيب الأسبوع اللي فات كنا عرادنا تقرير عن السيدة ثناء عبد الرحمن السيدة ثناء زوجها صياد في أحدى قرى المنوفية ويعني حصل له شوية ظروف كده وتعب وما بقاش قادر ان هو يشتغل على المركب فما كان من هذه السيدة اللي بميت رجل غير انها قدرت ان هي تنزل وتشتغل مكانه خلينا نشوفها يا مصطفى نازلت واشتغلت وبتصطاد وبتساعد علشان خاطر تقدر يعني تعود غياب الزوج بسبب المرض وانه ما بقاش قادر ان هو يشتغل على هذه الفلوكة للصيد وفي نفس الوقت كمان علشان خاطر أولاد الحقيقة انه التقرير حلو قوي واحنا بنصور مع هذه السيدة كمان كان لها بعض المطالب اللي نقلناها بدورنا على طول لمحافظة المنوفية اللي على طول كمان الأسبوع ده بعد ما عرضنا الحلقة لقينا ان المحافظة بتبعت لنا فيديو بتقول لنا ان هما استجابوا لحالة هذه السيدة وتم بالفعل توفير كثير من الطلبات منها ان هي كانت عايزة مكان للأقامة يعني كانت محتاجة بعض المساعدات المادية وما إلى آخره وان هو كمان تم تكليف احدى الجمعيات انها هتعمل الكثير من الطلبات اللي هي كانت محتاجاها زي ما قلت لحضراتكم توفير المنزل وتوفير المسلزمات اللازمة للأسرة كل الشوك الحقيقة لمحافظة المنوفية على هذه الاستجابة على الاستجابة لهذه السيدة زي ما قلت احنا رحنا نصور معاها لان هي من السيدات اللي لما داء بيها الحال بسبب المرض الزوج بسبب يعني القصوة الموقف اللي اتخاطت فيه نزلت واشتغلت وعفرت وطلباتها كانت طلبات منطقية جدا 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 والحمد لله تم الاستجابة لها